اهلا بحضراتكم من جديد بنرحب بضيف وضيف كل مشرفنا ومنورنا ودايما ليه تحليلات مهمة جدا نجمل اهلي السابق كابتن رمضان السيد نسوا حيك طيبة كابتن رمضان طيبة السلامة وكابتن طيبة محمد منور الدنيا كابتن رمضان اهلا بيك طيب بالتأكيد يعني معنا كابتن رمضان السيد يعني نسمع النهاردة رؤية فنية في العديد من المواقف المهمة جدا للنادي الالي خلال الفترة الحالية بداية كابتن رمضان كسبنا الهلال نتيجة كبيرة التأهل لدور الربع النهائي اكيد ده هدف مهم لكن طبعا الاهلي دايما بيلعب على البطولة مش المقياس بالنسبة له التأهل من دور المجموعات ولكن بالنسبة لحضرتك شفت الفوز على الهلال يعني الفوز بتلاتة سفر التأهل لدور ربع النهائي مباراة في الدوري بكرة مباراة المحلة يعني بشكل عام شايف الرؤية الحالية للأهلي ازاي اعتقد طبعا انا في بداية بس كلام الحقيقة محمد بقول طبعا ألف الحمد لله على السلامة للكابتن محمود القطيب الحقيقة عوديته الحقيقة الحمد لله رب العامين وده حاجة حاجة كبيرة جدا بالنسبة لجمهور الاهلي وبالنسبة للنادي الاهلي والتاريخ النادي الاهلي الحاجة التانية طبعا مباراة الهلال الحقيقة الجمهور الجمهور يعني حاجة مشرفة حاجة جميلة يعني حاجة ما حصلتش من فترة كبيرة جدا 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 وجمهور اللي احنا معودنا على كده احنا كل ما نحتاجه نلاقيه واللاقيه بكوة واللاقيه يعني بالجمال اللي هو كان فيه في المباراة الحقيقة اعتقد ده كان سبب رئيسي يمكن احنا دايما بنقول الجمهور بيبقى رقم 12 انا في رأيي لا جمهور النادي الاهلي بالذات على طول في كل مباراة رقم واحد اه المباراة طبعا اعتقد ان احنا يعني مجرد ان احنا جدنا الامل او عودة الامل لنا من ضربة الجزاء اللي اتصادت الحياة في من حرس مرمى سان داونس انا خلاص قلت ان احنا يعني ان شاء الله بإذن الله هنكسب مباراة الاهل وهنكسب المباراة الاهل مصدرية على طول خلاص من اول ما تصدت الكرة دي انا مفيش اي شك قلت خلاص احنا ربنا جابهالنا واحنا هنتمسك بيها واحنا هنعرف نكسب ومساندة جمهورنا هنعرف نكسب بشكل كويس اوي طبعا الحقيقة المباراة طبعا احنا يمكن سيطرنا عليها في اول 25 دقيقة لغاية ما احرازنا الهدف الحقيقة لكن يمكن اخر 15 دقيقة او 12 دقيقة في الشوت الاولاني احنا باستطيعنا نتراجع وما اعتقدش يعني كان فيه سبب ان احنا نتراجع الحقيقة لكن بعد كده الحقيقة احنا الشوت التاني احنا كويسين وشوت التاني الحقيقة من نزول طبعا حسين الشحات ورقة ربحة ربحة طبعا ورقة ربحة جدا ومن نجوم حاليا بس خلي بالك اصيامة حسين الشحات مش مباراة الهيال او مباراة الفترة بقاله دلوقتي حوالي 15-20 مباراة خلاص هو ده حسين الشحات اللي احنا كنا بنتابعه مع المقاصة هو ده حسين الشحات اللي احنا محمد كنا بنشوفه مع النادي العين الاماراتي واقوى بقى كمان يعني انا في رأيي كمان على اقوى كمان الحاجة التانية المباراة دي فيها حاجات ايجابية حاجات كتير اوي يعني انا في رأيي كمان الحاجة الايجابية مروان عطية مروان عطية يمكن انا كنت في احد البرامج الحقيقة كانت صفقة مهمة للنادي الاهلي جدا تقالات الشتوية مروان عطية طبعا من اهم الصفقات يعني مروان عطية انا كنت في احد البرامج الحقيقة وكنت بتسئل هل مروان عطية يقدر يلعب على السولية يقدر يلعب على الحمدفاتحة يقدر يلعب على الو ديانج قلت له مروان عطية يبقى رقم واحد ورقم واحد مش في النادي الاهلي يعيب رقم واحد في خط وسط منطقة مصر كنتمتابعوا هو الفتحدي سكدرها كنتمتابعوا وبعدين آخر حاجة شفتها له اللي أنا خلاني إن أنا أقيمه كده مورات أسوان لعيب لعيب أنت عارف إيه لعيب متمكن لعيب مش ديفندر اللي هو بيستخلص بس لا ده بيستخلص وبعدين بيعمل الكرة البينية الطولية بمنتهى الإتقان عنده إتقان فيها بشكل كبير جدا جدا وفي نفس نفس الوقت يا محمد يعرف يعمل المساندة الهجومية يعرف يدخل نفسه في التزديد والتزديد بتاعه كله تزديد يعني مؤثر طبعا فالحقيقة دي من ضمن الحاجات طبعا برضو من ضمن الإيجابيات مش عايزين ننسى برضو الهدف الأولاني اللي فتح المباراة طبعا هدف من الأهداف الحلوة الملعوبة طبعا ده هدف على فكرة ده من أهداف الكابتل محمود الخطيب لو تفتكر مباراة محل 4-0 فساد القاهرة نفس اللعبة بالضبط عمل الراجل كده منفقيه ورح وش رجليه بس الفارق ان كهرباء الحقيقة استخدم بطن رجليه بس بإتقان يعني بطن رجليه هو عارف بيعمل ليه بطن رجليه وعارف هيوديها فين الحقيقة كهرباء طبعا ما فيش مشاركة ليه في الفترة الأخيرة بعد عودته إلا ما كان عنصر مؤثر جدا ويصنع الفارق يعني أنا في رأيي ان كهرباء كل المباراة اللعبها في الفترة الأخيرة هو اللي مؤثر ويصنع الفارق وكهرباء لو هتقول لي بقى يعني انت بتكلم على صفقة مثلا أفريقية صفقة مثلا مهاجم سوبر أنا في رأيي ان ما فيش حد ييجي زي كهرباء في الفترة اللي فيها تديك ده لا كهرباء مركز والحقيقة بتمرم بمنتهى الجدية ومحدش أبدا كان يتوقع ان كهرباء العودة بتاعته بعد ست شهور إقاف بالقوة دي لا يعني كهرباء الحقيقة يستاهل الإشادة بشكل في كل مشاركاته أي مشاركة شارك في إقاف أربا في الفترة اللي فاتت يا أسامة بعد عودته لا طبعا مشاركة مؤثرة جدا وبيصنع الفارق في كل مباراة برستاو زي ما هنتكلم على حسين الشحات برستاو برضو كابتر ربان بيمر بحالة فنية جيدة جدا حتى في المباراة اللي اتهزمنا فيها سانداونز سانداونز هناك كان واحد من نجوم المباراة عمل الفارق فيها يعني بالشكل الهجومي وكان نقطة مهمة فيها مباراة القطن اللي بعدها بكم يوم المباراة هنا اللي كانت في مصر يعني بقاله فترة بقاله فترة وبيرستاو الحقيقة يعني أنا عاوز أقول إيه يا سامة برستاو يعني لما تيت قايمه فنيا لا فنيا هو عالي جدا يمكن السلبية الوحيدة اللي عند برستاو في الفترة اللي فاتت كانت حدة الإصابات لكن هو طالما تخطى الإصابات لا ده عنصر مؤثر جدا ويصنع الفارق ولعيد كبير جدا 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 الحقيقة الفترة الأخيرة ماشي بخطوات كويسة أوي كمان يعني مع سين الشحات زي ما قلت لك مع مران عطية مع الكهرباء الحقيقة يمكن أنا السلبية الوحيدة في برات الهلال الحقيقة يعني أنا في رأيي في لعيبة كانت بعيدة عن مستواها يعني تخيل أنت بتكسب تلاتة بتكسب الهلال اللي هو كمفروض منفس لك وانت عندك مثلا في حدود تاتة أربعة لعيبة مش في مستواهم يعني بعيد خالص عن مستواهم ورغم كده يعني بتعتبر إيه في سبعة لعبة في الملعب مثلا بلعب يعني أحمد عبدالقادر ما كانتش في مستواها أفشا ما كانتش في مستواها السلية اللي هو مفروض بيعمل استمرارية الحقيقة في الأداء الجيد جدا برضو ما كانتش في الحالة بتاعته الحقيقة ودي يمكن من المباراة الأولية لأول لأنا بشوف أن السلية ما يبقاش في حالته يعني لكن أحمد عبدالقادر وأفشا الحقيقة لا بعاد جدا وبعاد بس الفترات اللي فاتت قدوا مباراة كبيرة كانوا برضو يعني في مواقف أو في مباراة أضافوا فيها المباراة دي خاصة أنا كابتون رمضان مع الضغط العصبي مع أنك محتاج تكسب ممكن تلاقي لعبة موفقة ممكن لعبة مش موفقة إلا أنا يعني بعيب عليه في أحمد عبدالقادر في المباراة دي كرة مش ماشي معا لازم أسهل أكتر من كرة بالزبط بالزبط يعني إحنا دايما إحنا كلنا بنقول اللي أحمد عبدالقادر لعيب كبير ولعيب مميز جدا ولعيب عنده الحاجات اللي هي مش موجودة في أي لعيب كرة مواقف واحد دي واحد مواقف واحد دي واحد بيعملها بشكل جامد جدا بس أنا لما أكون بلعب في مباراة أسامة والكرة مش ماشية معايا في مواقف واحد خلاص يعني أعمل إيه كرتين تلاتة أم لعبهم بسرعة لمسة واحدة وبعدين أم حاول مثلا في الرابعة لكن ما ينفعش إن أنا الكرة مش ماشية معايا وفي كل مرة أنا عاوز أراوغ وعاوز أعمل اخترافات بيخل بالك هو أحمد عبدالله دي لسه صغير في السن خبرات بيكتسبها في المرات الكبيرة في بعد كده وإحنا كان بيتقالينا وإحنا لعيبة لو نازل وكرة مش ماشية معاك كاللعيب حاول تسهل الدنيا بالضبط طيب فيه نقطة إيجابية كابتن رابادارك كلمت فيها والعديد من النجوم القدامة ونجوم الأهلي يتكلموا فيها كمان تألق حسين وتألق بير ستاو جزء راجع منه أنه هو دور المدير الفن طبعا يعني بير ستاو كان موجود السنة اللي فاتت بس بير ستاو السنة دي بيقدم كورة ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت هل كولر ممكن يكون زود حاجات قدرات عند بير ستاو في التوقيت ده خلاه يظهر بالشكل اللي احنا شايفينه في الأهلي نفس الأمر حسين الشحات بص أنا أقول لك حاجة أكتر حاجة قدمها الكولر للحقيقة لبير ستاو وحسين الشحات عنصر السكة عنصر السكة ده حاجة مهمة جدا للعيب الكورة مهما كنت مهما كنت مهريا بدنيا فنيا عالي جدا وعنصر السكة مش موجودة عندك بتفكت حاجات كتيرة جدا من العناصر المهمة جدا طبعا كمان كهرباء يعني بير ستاو وحسين الشحات وكهرباء كهرباء ده كهرباء حالة لوحده كهرباء حالة حتى أقول لك حاجة لو ديت بيانات لكمبيوتر عن كهرباء ده ممكن يعني الكمبيوتر يفرق أنت راجل جاي من ست شهور قاف راجل ما بيتمرنش راجل ما بيلعبش مباريات بالصفة مستمرة وييجي يقدم لك اللي قدموا ده لا ده كهرباء أنا بعتبره العفز يعني الفترة الأخيرة الحقيقة كهرباء أنا في رأيي أن العفز أنه هو الحقيقة في كل مباراة بيلعبها بيصنع الفارق وكل مباراة الحقيقة بيصنع الفارق للنادي الأهلي وكمان بيسجل في كل مباراة الحقيقة لا ده طبعا كهرباء لوحده لكن أنا بقول لك حسين الشحات وبيرستاو الحقيقة كلها قدم لهم حاجة مهمة جدا عنصر من عناصر اللي زي ما بقول لك يعني أهم عنصر في قدمها اللعب الكورة حيث السقة السقة أخلت الحقيقة بيرستاو يقدم بالشكل ده لأنه هو أمن به الحقيقة من أول ما تعامل معاه بشكل كبير جدا وكان يوظفه كبير راس حربة يعني مع كهرباء مع محمد شريف ما هو ده هو ده سامن هو أمن به يعني أقلك لا هو اللعب دوت أنا لو لعبته راس حربة هيديني لو لعبته في المكانه الجناح اليمين أو الجناح الشمال حتى هيديني فبالتالي لا بيرستاو ده تبيلعب بالسقة غير الفترة اللي فاتت وزي وبردك الحاجة اللي هي برضك الحاجة الإيجابية وأنا بعتبر لازم طبعا نشيد بالجهاز الطب الحقيقة أن بيرستاو كان عنده على طول إصابات في العدلة الخلفية مش عارب في العدلة الضمة لكن لا هم أمنوا بشكل كواس قوي الآخر حاجة آخر فترة لما كان مصاب لما خف وكان نزل التمرين ويتمرن بشكل كواس قوي هم كمان قالوا لا ما يشاركش إلا لما نأمنوا بشكل كواس قوي لما يعمل السرعات ولما يعمل الفنتات يسبب في الملعب بالضبط يسبب في الملعب وعشان كده هو الحقيقة بقى الحمد لله أولا الإصابات باعدت عنه ونتمنى من ربنا طبعا أن هو الإصابات تباعد عنه لكن الاتنين دول يا محمد طبعا عناصر مؤثرة جدا 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 وإحنا نتكلم عن خط الهجومة مش عايزين ننسى الخط الدفاع أيمين برضو بواجبات مهمة جدا محمد عبد المنعم رامي ربيعا اللي رجع بقى فرمة بعد ما كان فيه خطأ وناس اتقادته مباراة الداخلية رجع واستعاد ثقة مرة تانية بنشوف في مباراة القطن الكاميروني بنشوفه في المباراة السابقة مرات الهلال وبيقدم برضو مستوى رائع مع محمد عبد المنعم مع محمد هاني معالي معلول خط الدفاع خاصة أن اللي عايز حقق بطولة بتبتدي من النواحة الدفاعية الأول مش نوع الهجوم طبعا يعني يمكن طبعا معه محمد الشناوي كمان طبعا أكيد أكيد محمد الشناوي عنصر مهم جدا جدا في النواحة الدفاعية في حراس المرمى للنادي الأهل محمد عبد المنعم الحقيقة أنصر السرعة بشكل كويس قوي 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 ومن خلال ديت بيقدر يغطي على عالي معلول في المساحات اللي بتفضى وقرأ عالي معلول الحقيقة ويقدم مبارات على مستوى علي جدا الحقيقة رامي ربيعة زي ما أنت بتقول يا سامة كان فيه خطأ يعني ما كانش حد متقبله الحقيقة في مبارات الدخلية ومش رامي ربيعة اللي يترقص بالشكل ده أو يتراوك بالشكل ده لكن هو الحمد لله رجع تاني وفيه ثقة وفيه ثقة في أداءه وهو كمان عنده حقيقة حاجات يعني المواقف واحد الدواحد المواقف الكور العالية بتعامل معهم بشكل كويس قوي فبالتالي لا طبعا علي معلول عامل ثبات يمكن بنقول طبعا مش هو ده علي معلول مستوى خلال السنتين اللي فاته وده الحاجة الطبيعية طبعا حي تتعنصر لكن علي معلول فيه ميزة عن أي العيب في النادي الأهلي لما بيكون مش في مستوى بيديك 6 من عشر هو لما بيكون في مستوى يديك 8 أو 9 من عشر لكن لما يكون حتى مش في مستوى بيديك 6 من عشر فدي كمان من الحاجات الجميلة اللي انت بتقدر تشتغل وتعتمد على لعيب كرة في الملعب فيه لعيب كرة في الملعب يقوم بديلك 9 وبعدين في المطش يديك 2 لأ ده احنا عايزين اللي يبقى مستوى قريب دايما اللعيب اللي هو لو لما تيجي تقيمه هو مش في حالته ويبقى في 6 من عشرة هو ده اللي يجب تعتمد عليه الحقيقة طبعاً محمد هاني الحقيقة جات له فترة كان طبعاً كان داعة خالص وبعدين جات له الفترة بعديها بقال له فترة كبيرة جداً كان رجع لمستوى وقدم مباراة على مستوى عالي جداً جداً وحتى في طولة العالم الاندية الحقيقة كان مميز جداً جداً ورجع بعديها يقدم مباراة على مستوى علي جدا احنا بنتمنى بس بالنسبة لمحمد هاني يبقى فيه ثبات يعني يعمل استمرارية بقى ما يعملش مثلا خمس ست مباراة وبعدين نعمل مباراة قليلة لا فيه ثبات يا محمد في المستوى اعتقد ان انت هتبقى باك يمين النادي الاهلي وباك يمين منتخب مصر لان محمد هاني عنده امكانيات الحقيقة يقدر ان هو الحقيقة يشتغل بشكل كويس او اذا كان مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر زي ما اتكلمنا كابتن امودان عن هدف كهرباء الاول هدف اللي انت بتقول هدف حلو من هدف محمد الخطيب هدفين حسين الشحات التانين هدفين فيهم مهارة الهدف الاول فيه تحرك جيد لبيرستاو والهدف التاني مراهن عطية بحطاله والهدوء بقى والسكة والمهارة تمكن يعني انا في رأيي ان حسين الشحات رجع لفورما انك تبقى وهو موجود في الملعب انت بتصك فيه انه هو مثلا ممكن يجيله اربع فرص ولا حاجة هيجيب لك اتنين هيجيب لك تلات فرص هيجيب لك واحدة مش هديع فرص كتير فيه تمكن الحقيقة حسين الشحات وصل لفورما الحقيقة فورما عالية جدا جدا وبالتالي انت تصك فيه انه هو خلصتك مباريات طبعا ديرستاو انا برجع تاني انه هو حتة صناعة اللعب وحتة انه هو كما بيحرص اهداف طيب بكرة بنسبة كبيرة هيكون او يعني بشكل مؤكد ايبقى علي لطفي ان شاء الله في حرص التمرمى النادي لقالي النهاردة كان فيه راحة لمحمد الشناوي انا شايف ده شايف ده نقطة اجابية يا كابتن رمضان انك مع توالي المباريات اكيد لازم تتزي راحة لعدد من العناصر الاساسية وكمان تدخل العناصر اللي هي بعيدة شوية عن المطشطة عشان الفترة جايب فيه ضغط كبير جدا طبعا توقيت مهم ده طبعا توقيت مهم جدا يا محمد والحاجة اللي هي المهمة النادي قال عدد مبارياته اللي بلعبها لحقيقة في الفترة الاخيرة عدد مباريات كبير جدا 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 لو انت اعتمدت على 11 واحد بس او 12 واحد بيشتغلوك في المبارات دي اعتقد هيحصل ايجاد بلزبط 100% مش حدش يقدر يكمل معك زي يمكن الموسم اللي فات لما حصل ان احنا وصلنا لمرحلة كان خلاص طبعا يعني الاشادة الكبيرة جدا 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 لكابتن محمود الخطيب الحقيقة اللي ادى لهم راحة سلبية كان قرار مهمة كابتنا مضوان كان اهم قرار وقرار جريء في التوقيت ده انت عارف يا اسامة القرار ده ايه القرار ده كأنك انت اتعقدت في يناير مع اللعبة دي كلها اتعقدت معاهم بمستواهم بقى كل بدء الموسم فريش اولا لو اللعبة دي يا اسامة لو ما كانوا مش خدوا راحة سلبية كان هيرجعوا لك مبطلين كورة مفيش شوالة واحد فيه كانوا هيقدر يكمل فده القرار ده كان قرار يعني من القرارات المهمة جدا 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 لعدد اللعبة دي اللي اعدت لانك انت خلاص رجعوا تاني المستواهم وكل واحد رجع لفرمته الحقيقة وده كان قرار مهم جدا جدا علشان كده السنة القادمة ان شاء الله نوسم الجديد اعتذار النادي الاهلي على البطولة العربية كان الهدف ده برضه الفترة دي فترة راحة فترة ان اللعبة تعمل فترة اعداد مع المدير الفني علشان كده برضو القرار مهم جدا ان اللعيب ما بقاش فيه التلاحم بتاع الموسم مع بعض طبعا يعني اعتقد دي الحقيقة حزبة فنية على مستوى عالي جدا 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 النهاردة لو دخلت في البطولة العربية ودخلت في بطولة افريقيا لو دخلت في بطولة الكاس لو دخلت ماشي في بطولة الدوري لو كنت كمان كملت في الربطة ده تدمير للاعيبة النادي الاهلي كان تدمير يعني كنت ممكن بعد حوالي مثلا بالكتير تقتربع أسابيع كنت هتلاقي نروح للحالة اللي احنا وصلنا لها في نهاية الموسم اللي فات طبعا قرارات كلها قرارات طبعا متاخدة طبعا من واحد من عمالكة الكورة وأساطير الكورة الحقيقة كابتن محمود الخطيب طبعا فبالتالي الحاجات دي كلها محسوبة ودامة بالمناسبة واي كابتن وسماء جانب من تدريبات الفريق يعني دي لقطات منذ لحظات في ملعب التكش بجزيرة كان ميشيل يانكو يدرب علي لطفي دلوقتي تدريبه هو لمصطفى شبير وعلي كمان بيشارك معهم في التدريب مصطفى على فكرة حتى الفترة فاتت لما كان عنده مشكلة في عينه كان برضو بيحاول قادر إن كان يكون موجود مع الفريق لأنه شايف إن فيه فرصة يعني كولر هيدي فرصة للجميع الفترة جاكة الرمضان فمصطفى حاسس برضو إنه هيجي في توقيت ممكن إيه يبقى علي ممكن يريح ومصطفى يلعب فبالتالي كله عايز يشارك كله عايز يكون متواجد في التشكيل أساسية كله جاهز كمان كمان حمزة على خبنة الولمبي وكل اللعبة والميزة عند مارسل كولر إن كل اللعبة عندها جاهزة كل اللعبة فرما عشان لو يحتاج أي لعيف في أي مباراة كابتر رمضان قبل ما نروح لمباراة المحلة غدا المباراة المهمة جدا بطولة الدوري السؤال بقى بس خارج مباراة المحلة خامر سيد معوط بتتفرج عليه ولا بتفرجش طبعا طبعا بتدينه تعليمات لما بتدينه نصايح لما بتفرج عليه طبعا طبعا يمكن هو أسامة طبعا ما شاء الله هو عمل مباراة مباراة الحقيقة يعني مباراة كبيرة جدا فاينورد آه فاينورد كسبه ثلاثة واحد أعمل شوت تاني حاجة بيعمل كرات عالمية الحقيقة حاجات الاختراقات اللي هي فيها السرعة وفيها المهارة واستخدام المهارة في الفينيش كمان هو يمكن بس أنا يعني لما بيجي أوجيه هو لما اللعبة ما بتلعبش معاه كتير بيتدايق ويزعل هو بيتحرك كتير قوي وبتحرك تحركاته كلها بسرعات وسرعات قوية جدا مجرد بس إن حدا هيربط معاه أعمر ممكن مثلا يبقى حاجة جمدة جدا كمان لكن هو الحمد لله ماشي بخطوات كويسة قوي وبيصنع هدف بشكل كويس قوي كمان هو يمكن ما عندوش حتة الطمع فبالتالي هو بيصنع هدف بشكل كويس قوي 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 وإحنا هنا في قناة الأهلي في برنامج الأشبال كمان مغطين طبعا 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 إن شاء الله بتابع على طول يسمع بشكل كبير وإن شاء الله قريبا نشوفه بقى في الدرجة الأولى في الناد الأهلي ويكون واحد من نجوم الناد الأهلي إن شاء الله بزنا برحة أسامة المباراة الحقيقة عمل كورتين يعني كورتين بتوع ميسي وبتوع مرادونا الحاجات اللي هي الجمدة قوي ما هو يختارك بالكورة وبسرعة جمدة جدا وفي واحدة شاء الله فوق الحارس راح تخبطت في القايم والتانية نفس الحكاية عملها ببطن رجليه في البردق جنب القايم لا هو من الحاجات الكويسة أو الحقيقة واخد إيم الكابتن سيد معوض أو واخد إيم الكابتن رمضان السيد بصة أنا أقول لك حاجة عنده ميزة إنه هو سكرر يعني بيعرف إيه بقول وعنده حطة السرعة مميز جدا بحطة السرعة والسرعة إيه من غير كورة بكورة عنده الاختراقات اللي بيشتغل بيها من التلت الهجوم الحقيقة وبيروح في سرعات باختراكات بالكورة بيعملها بسرعة جدا يمكن هو بيمتاز عني وبيمتاز عن سيد إنه هو بيعرف يجيب جول بشكل كويس أو كابتن سيد برضو كان بيجيب جواف يعني سيد كان لعيد كبير أوي كان بيصنع أكثر مباراة المحلة بكرة كابتن رمضان بقى مباراة مهمة بكرة نادي الأهل أفا للملف الأفريقي تماما التركيز بكرة منصب على مباراة مهمة جدا خاصة إن بطولة الدور السنادي نادي الأهل عينوا عليها ومركز عليها بشكل كبير طبعا بص يا عسيما إحنا رغم التفوق اللي إحنا عاملينه في عدد النقاط بس إحنا برضا كن كل ناس بشوفها بتحسب على الزمالك لا إنت لازم تحسب على فيوتشار وبرمس إن هم اللي رؤيبين منك الزمالك بعيد خالص البمط بعيد خالص فبالتالي إنت مفروض في كل مباراتنا اللي جاية ما نفقدش ابناط نحاول إن نحن نتخلص مباراتنا اللي جاية بمجسعة بشأن نحسم البطولة بدري بدري يعني نقدر إن إحنا إن شاء الله بإذن الله نقدر عن كل التربع مواسم الأخيرة نقدر نحسم البطولة بدري إن شاء الله مرات المحلة فرقة كويسة أوي وفرقة بلعبوا كورة كويسة أوي وفي مركز متقدم طبعا وعملين كمان نتاج إيجابية وعملين أداء كسبو الاتحاد كسبين أخر مراء للتحاد معلويات برضو مرتفعة طبعا طبعا فمبارة كبيرة ولازم نعمل حسابها بشكل كويسة أوي لازم مستر كورر برضك يعمل حسابها بشكل كويسة أوي وحتى يعني مثلا حتى هو بيريح لعيبة لا بس مبقاش لعدد كبير الحقيقة يعني فرود يبقى هاي كان الأساس بتاعك موجود ويمكن بتريح اتنين لعيبة وليتات لعيبة أو اللي حاجة يبقى نقدر إن إحنا نغطي الحاجة دي يعني نصيحة الكابتر رمضان لكولر قبل مرات بكرة تحافظ على القوامر الرئيسي ممكن في كل خط يعني اتنين أو تلات لعيبة ممكن تريحهم علشان يستمر الناد الأهل في صدار الدوري وده مهم جدا يا أسامة مهم جدا إن أنت وإنت بتحاول إن أنت توصل الحياة لدور القابل النهائي في أفريكا دوري الأبطال الحياة إن أنت كمان في نفس الوقت مباراة الدوري لازم تحافظ برضك على المستوى ولازم تحافظ الحياة على الهيكل الرئيسي بتاعك عشان تعمل نتاج إيجابية عشان تكسب مبارياتك عشان تفنش بدري إن شاء الله بإذن الله طيب مسامة الدوري السنة دي يا كابتر رمضان شايفها إزاي في ظل كمان إنك بتواجه صعوبات ومعوقات الله أعلم كانت تكون لأسباب ممكن يعني تقنية أو أي أسباب مادية عدم وجود تقنية الفار النهار ده مثلا في مباراة الزمالك والمصر في ديها 15 ضرب الجزاء مؤكدة للمصري كارتة أحمر أكيد لمدافع الزمالك ومع ذلك ما تحسبتش وكابتل محمود ناجب بماشي اللاب مباراة حاليان دلاتي المصر المتقدم 3-2 لكن بشكل عام في عدم وجود تقنية الفار بقراماتش الأهل والمحلة بدون تقنية الفار مستوى الفني للدور السنة دي حاجة بتتكلام على إن فيوتشر وبراماتز هم أقرب المنافسين للأهل فالصورة العامة للمصابة السنة دي طبعاً زي ما قلت لك هو طبعاً أنا في رأيي إن الزمالك بعد يعني بعد بشكل كبير جداً إنه هو يواصل الحقيقة المنافسة على طولة الدول لكن هي المنافسة دلوقتي بين بيرمز وفيوتشر اللي هم وراء النادي الأهلي والنادي الأهلي أعتقد إنه هو مش هيفرط في ابناط عشان ما نوصلش للمسم اللي فات أو المسم اللي قابله بعد ما كنا متقدمين يا أسامة للأسف شهيد يعني بطولة بدأت بالفار يبقى لازم تنتهي بالفار ما ينفعش أنت ديه في وسط الموسم وبعدين نبص نلاقي لا مش موجود يعني أقول لك حاجة مباراة المحلة فيها هدف لو الفار موجود هتتحسب محلة والاتحاد النهاردة مثلاً ضربة الجزاء ولا الفار بقى عنصر حاجة مهمة جداً مش عايزين نبتديها كلاتنبرج كان موجود وعمل حلة في التحكيم المصري وشوفنا تطور ومشوفناش سبعتاشر نادي اشتاك ما فيش غير نادي واحد بس اللي كان بيشتكي دلوقتي أسحب الفار يعني وانا كل ما أتقدم خطوات ترجعوني ورا بالزبط لا والخبير البرتغال اللي دي عايز يطور هم حاسين هو عايز يطور طيب الفار الحقيقة حاجة مهمة جداً كرة في العالم مش بنتكلم في كرة في مصر كرة في العالم كلها بيستخدموا الفار والفار بقى حاجة مهمة جداً وحاجة مساعدة طبعاً بتساعد الحكام وفي نفس الوقت انك بتبقى يعني الحقيقة بتدي لكل الأندية حقها يعني كل انت بتلعب 18 نادي كل واحد بياخد حقه وما فيش مدير فني يطلع يقول يا كابتن انت ظلمتني كرة طبعاً في فار يعني النهاردة قبل الفار الحقيقة الأخطاء اللي كان بتتعامل ما كانش حد بيلحقها خلاص أنا صفرت كحاكم خلاص ما حدش هراجعني النهاردة لأ ده الحاكم بيخرج برة ويشوف هو أخطأ ولا ما أخطأش وده تطبيق العدالة للحقيقة فيها عدالة بالنسبة كبيرة جداً للحقيقة طيب برضو في جزئية تانية بغض النظر عن فريق النقاط هل نقدر نقول المسابقة خلصت ولا لسه المشور طويل المنافسة 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 هقول لك حاجة هي المنافسة كانت دايما بتبقى بين الأهل والزمالك أنا في رأيي المنافسة خلصت بين الأهل والزمالك لا محمد سعيد للسؤال مش كده ما هو قصد هل الناس اللي بتقول النادي الأهلي خلاص حسن بطولة الدوري هل المقولة دي صحيحة هو عازي وصل أنا لسه كامل لك يا محمد وهكامل لك يا أسامة أنا بقول المنافسة بين الأهل والزمالك على بطولة الدوري لا خلصت خلاص لكن أنا بقول فيوتشر الحقيقة وبرمز الحقيقة ماشيين برضا بخطوات كويسة أوي وماشيين وراء النادي الأهلي فبالتالي لا ما تقدرش تقول النادي الأهلي حسن بمنافسة لسه بدري لسه بدري لسه فارق النقاط طبعا فارق النقاط وعرض المباريات مش كبير المؤجلة للأهلي دلوقتي أعتقد ممكن يكونوا يوصل لخمس مباريات مؤجلة لكن أنا بقول لك أن النادي الأهلي مطالب الحقيقة في الفترة اللي جاية وإحنا عندنا الحقيقة كان الموسم اللي فات والموسم اللي قابليه كان عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 إحنا فقدنا ابنات كتير جدا وللأسف شديد فقدنا بطولة الدورة بكرة إن شاء الله قرع الدورة أبطال أفريقيا لدور التماني الأهلي هيواجه فرقة من التلات فرق الرجال المغربي الوداد المغربي أو التراجي التونسي شايف مين اللي ممكن يبقى أنسب للنادي الأهلي هو بص أن أقول لك حاجة التلات فرق الحقيقة والتلات أندية من نفسها تبقى قوية جدا جدا تصنيف معنا على الشاشة طبعا الحقيقة مستوى الأول سانداونز التراجي الوداد الرجال مستوى التاني الأهلي سمبا شعبت القبائل شباب بوليسدات أنا أولا بتفائل في دور الأبطال لما بنتطلع المركز التاني يعني لما بروح للمركز التاني دوت وبالعافية وبصعوبة بتفائل إن إحنا نقدر إن إحنا نحسم دور الأبطال إن شاء الله أنا في رأيي أي فرقة من التلاتة أقول لك حاجة الفرقة كلها هي اللي تعمل حساب إن هون ما تجيش مع النادي الأهلي مش النادي الأهلي هو اللي يقول إن إحنا مثلا نفضل مين أم نفضلش مين إحنا أي فرقة بالتلاتة لا وخصوصا بعد العودة الكبيرة اللي إحنا رجعنا بيها إحنا رجعين من يعني بنسبة روحنا لنسبة 90% إن إحنا مش هنوصل يعني لو ضربت الجزاء جت في ديئة 90 إحنا بره بسبق أنت عشان ترجع طبعا أنت عشان ترجع من الحالة دي لا لعيبة النادي الأهلي والنادي الأهلي بالعكس هي دقاء وفي كل دقيقة هيلعبوها مش كل بقى ثانية كل ثانية هلعبوها كل دقيقة هلعبوها أعتقد إن النادي الأهلي قادر على أي فرقة من الفرقة دي إن هو يتعامل معها ويتعامل معها بمنطهر قوة وهم اللي يبقوا وعملين حسابهم يعني الثلاث فرقة لو هتيجي دلوقتي تتخيرهم يقول لك نبد عن نادي الأهلي مش إحنا اللي هنقول نبن عن ده أو نفضل ده أو نبن أي فرقة في الثلاثة إحنا قادرين عليها طب أنا وزميني محمد سعيد عملنا قرع على الهواء هو سحب الرجال المغربي وأنا برضو سحب الرجال المغربي بكر كابتل رمضاني سعيد الشريكنا دلوقتي في سحب القرع قبل انطلاق بكرة الرسمية إن شاء الله كابتل رمضاني سعيد الشريكنا دلوقتي قرب من حضرتك الوداد اعمل الورقة كده يا كابتل أيوة تحت 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 لا تحت كده الوداد المغربي إذن كابتل رمضاني سعيد يبدو الطريق لك أزابلانك مباشر يعني احنا طريقنا المغرب واضح كده ان طريقنا المغرب واضح أنا بقول لك يا محمد يا أسانة اطمئنوا أي فرقة في الثلاث فرقة هتلعبنا هم اللي يعملوا حسابنا وإحنا إن شاء الله بزيارة هنعمل تفوق عليهم طيب المباراة الأولى في القاهرة أي أنكالي المنافس سواء الترجي أو الوداد أو الرجاء والمباراة الثانية هتكون خارج مصر تفرق في الحسابات الفنية ولا ما بتفرقش مع الفرقة الكبيرة لا مع الفرقة الكبيرة ما تفرقش وأولا يعني كان زمان يقول لك أنا في المباراة في القاهرة لازم أكسب تات أربعة عشان نعمل أسكور عشان النتيجة الكرة ما عديدش كده دلوقتي الكرة انت ممكن تكسب هنا واحد وتروح هناك تكسب أو تتعادل أو يعني لا الكرة ما عديدش زي الأول لأن انت مثلا في ملعبك تكسب تات أربعة جوال وانت أقول لك حاجة في القاهرة لو بتتقدم مثلا بهدافين ده كافي بشكل كبير جدا جدا في ظن إحنا النهاردة إزاي بنعرف نقفل إزاي بنعرف الحقيقة نضيق مساحات إزاي بنعمل تغطياتنا إزاي بنضغط كل الحاجات دي موجودة عندنا بشكل كوسي أو في النواحة الدفاعية وفي نفس الوقت إحنا ما شاء الله الفترة الأخيرة إحنا في النواحة الهجومية طبعا إحنا الحقيقة مستر كولر الحقيقة عامل ربط في التلت الهجومي بشكل مميز جدا 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 إزاي كان حسين الشحات مع كهربا أو بيرستاو مع كهربا أو بيرستاو مع حسين الشحات حسين الشحات مع بيرستاو مع كهربا لا فيه ربط بشكل كويس قوي الأجناب بتاعتك إزاي بتزيد بيها أو بيزيد بيها الراجل وبيعملها كمان إنه هو مثلا لو زبد علي معلول بيبقى بيثبت محمد هاني لو زبد محمد هاني بيثبت علي معلول طبعا ممكن كولر كمدير فني في دور الستاشر في دور المجموعات بيلعب بطريقة ييجي في دور التمانية بقى لأدور الإقصائية مباراة ذهاب وعودة يغير طريقة اللعب في الملعب ولا المدير الفني دايما دايما كمدير فني بيشتغل على النقط دي هو سامة مش هيخرج عن 4-2-3-1 أو 4-3-3 مش هيخرج عن طريقتين دول الحقيقة لكن هي مش حكاية مسميات برضك الطريقة أد توظيف حاجة والحاجة التانية إزاي الجماعية بتاعتك اللي بتعملها وإنت يعني أنا زي ما قلت لك لسه كنا بيتكلم دولة يا سامة مروان عطية أنا باعتبره يعني من الصفقات المهمة جدا 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 وهو مستقبل خط وسط نادي الأهلي ومنتخب مصر وهيبقى يبقى أساسي يعني هو يبقى يبقى أنا بقولك من بارات أسوان قلت الراجل دوت لا هيلعب على أي حد وهيبقى رقم واحد في منتخب مصر أنا في رأيي كمان أنه هو يعني في نادي الأهلي أثبت وجوده لا هو كمان في منتخب مصر هيثبت وجوده أنت لما بتوصل بقى للتوليفة اللي هي تقدر بها النواحة الدفاعية تتعامل بشكل قوي جدا والترحيل والحاجات دي كلها وعندك أوراق تقدر تنفذ لك النواحة الدفاعية والنواحة الوجومية أعتقد ده بيبقى طبعا الحقيقة إنجاز كبير جدا لكولر إنه هو يوصل بالتوليفة دي إحنا عندنا توليفة وصنالها وعندنا كمان دكة قوية جدا هي اللي غيرت في المباراة السابقة آه طبعا يعني إحنا مباراة الهلال اللي غير لنا لنتيجة المباراة واللي أمنها لنا كمان إحنا مثلا حتى 2-0 كان في خطورة إنك إنت ممكن في الدقيقة ده قدر الله مثلا 90 ولا في آخر المباراة يجي جول لأ ده إحنا كمان التغيير أمن كمان النتيجة حبي فاتحي آه طبعا 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 يعني الحقيقة لأ إحنا بقى عندنا دكة قوية جدا 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 عكس المواسم اللي فاتت طيب وإحنا بنستعرض أسماء الفرق التمانية اللي في دورة أبطال إفرق بس نخط الأهل جنبا كده مع السبع فرق التانية من الفريق اللي ممكن نقول عليه هو المنافس الأبرز للأهل السنة في دورة أبطال إفرق هو طبعا ما فيش شك سان داونز صبعا سان داونز تيم قوي جدا تيم قوي جدا جدا بس أنا برضك نفس الحكاية زي ما تكلمت على الثلاث فرق اللي معنا اللي حيحنا ممكن نقابلهم برضو نفس الحكاية أنت مقابل السان داونز في المباراة إن شاء الله بإذن الله النهائية أو هرجع أقول معلش بدون قطع كلامك النقطة المباراة المولين اللي تحطت قبل مباراة سان داونز هناك طبعا فرق أتيام دي كانت نقطة عائق كبير جدا لنادي الأهلي بس هي كتعاق كبير جدا لنادي الأهلي بس إحنا أخطأنا فيها لأن إحنا برضك أنا في رائي إحنا نطول بنشيد بمستر كولر الحقيقة أنا في رائي مباراة المقابلين كان لازم يلعبها بالبدلة لازم يلعبها بالصف الثاني وكان يسيب اللعبة للأساسية بتاعته دي رايحها بس في حاجة تانية يختلف معك فيها تفضل لو هو بيلا عايز لعب الصف الثاني وانت لسه بطولة الدور لسه ما حسمتهاش هل النهاردة أجازف برضو بطولة لسه يعني فارق النقاط لسه ولسه ما زال فيها مباراة كتير هل أعمل تغييرا كبيرة في الشكل ما هقولك حاجة سامة انت بتتكلم على إيه بطولة لسه فيها مباراة كتيرة بطولة الدور كان فيها مباراة كتيرة هتتلعب لكن المباراة ساندونز دي مباراة مباراة صعبت لنا الحقيقة الموكب بشكل كبير جدا طيب عايز أقولك كبيرة رمضان يمكن انتهت مباراة المصر والزمالك بفوز المصري 3-2 أيضا كمان فيه نتائج أخرى يمكن فرق والداخلية 0-0 أسوان وسموحة تعادل إيجابي 1-1 أسوان وسموحة 1-1 طبعا النتيجة اللي هي بتاعة المصر والزمالك نفس الكلام في السكة اللي احنا ماشيين فيها ونتكلم فيها إن الزمالك بعت خالص يعني الزمالك دلوقتي انت بتحسبوهش في المنافسة على بطولة الدور بتحسب فيوتشار وبتحسب بيرمس أكيد أكيد شرفتنا ونورتنا كبتر رمضان وكل سنة وحيك طيب ودائما منور بيتك قناتي الله يخليك أسام شكرا لك أسام وكبتر رمضان طيب يا محمد كبتر رمضان طيب أسام وبخير دائما يا رمضان طيب ده كان مهم جدا الكلام في الأمور الفنية وبالتأكيد مع واحد من نجوم النادي الأهلي وأحد أبرز المحللين الكابتن الرمضان السيد الحديث عن مباراة المحلة الحديث عن التفوق والتأهل للدور ربع النهائي ولكن أرعي دورة أبطال إفريقيا بقرة الحديث الشارع الرياضي الإعلام والنقاط الرياضيين رؤيتهم كمال لمشوار الأهلي في دورة أبطال إفريقيا كل ده أكتر ولكن بعد الفاصل مع الزميلين العزيزين الأستاذ عبد الحكيم أبو عالم والأستاذ أيمن جيلبرد